اشتركوا في القناة لا تستغربوش ان احنا بنتدي النهاردة حلقتنا بالمبركة للمنتخب التونسي للي وصل لكاس العالم عشرين اتنين وعشرين في قطر منتخب التونسي اللي عنده تنظيم وعنده نظام وعنده لوائح وعنده نظام فيه الكرة التونسية فعلشان كده لما نشوف نظام بنشوف فيه نجاح بنقارن النهاردة قارن بنشكل منتخب تونس النهاردة واداء رائع في البطولة الودية في اليابان كسب منتخب شيلي فيه المباراة الاولى والنهاردة بيفوز على المنتخب الياباني بنتيجة تلاتة نتيجة كبيرة منتخب الياباني اللي خسر من البرازيل من كم يوم واحد بصعوبة النهاردة المنتخب التونسي بيفوز عليه بمنتهى السهولة شوفوا لما يكون فيه نظام وفيه تخطيط بيكون فيه نجاح على العكس شوف الكرة المصرية العشوائية والمصالح وعدم التخطيط بنوصل للحالة اللي احنا موجودين فيها تخب مصر اللي بيخسر من أسيوبيا اتنين في التصفيات والنهاردة بنخسر بشكل صعب أربعة الخسارة وردة في كرة القدم زي ما بنتكلم عن المكسف أكيد فيه خسارة لكن بالشكل المهين والشكل الصعب ده ده الشيء الصعب للأسف للأسف الخسارة النهاردة دي مش خسارة مفاجئة ولا الشكل اللي بيظهر به منتخب مصر مش شكل غير متوقع بعد اللي احنا بنشوفه خلال فترة السابقة أكيد دي كانت المقدمات فلازم نوصل للنتاج دلوقتي بالشكل ده